مرحبا باليوم الأول من العام 2021 نتمنى أن تكون بداية مباركة للجميع وإن شاء الله هالعام بعود على الكلب الخير والصحة والحب والمحبة والإزدهار وبأول يوم من السنة بصرنا استضيف ثرية سعيد خبيرة بالأحجار الكريمة ومستشارة بالفنكشوي ومصممة ديكار بمعرفتها بتمزج دايماً اختصاصاتها الثلاثة لتساعد الناس على تحسين صحتهم طاقتهم الفردية بالإضافة لطاقة البيت ومكان العمل وبأول يوم من السنة ما في أحلى من أنه نبدأ بيغنى وبوفرة وببريء الأحجار الكريمة فنحكي كيف ممكن نفتتح العام ونحسن طاقتنا وطاقة بيوتنا بمساعدة طاقة الأحجار الكريمة وعلم الفنكشوي ثرية كل عام وانت بخير وأهلا وسهلا فيك بطاقة حب إن شاء الله بنعيد عليك وبنعيد على الجميع بسنة حلوة بتعود لنا كل اللي فاتنا بسنة 2020 إن شاء الله شكرا سورية إذا بدنا نخبر المستمعين عفوا قديش مهم إنه نبدأ العام بطاقة جديدة ونكون عم ننتبه للإشياء اللي نحنا بحاجة نبدلها أو نغيرها بالبيت أو ننتبه لتفاصيل يمكن منخدها إنه ما بتكون ممكن تأثر على طاقة البيت استناداً للفنكشوي أوكي هلأ نحنا أكيد إذا بدنا نشوف تغيير بحياتنا لازم نعمل تغيير من حوالينا especially كمانا تغيير بذاتنا يعني أنت كمانا بحلقة بودكاست قبل كتي عم بتقولي شو لازم نعمل مع حالنا شو الpoints الجديد النقاط اللازم نكون عم نحكي بصراحة فيها مع نفسنا لنشوف شو منا نغير فأنا بقلتها قبل يعني طاقة الفنكشوي طاقة المكان نحنا لما نزبط فيها منكون عم نقوي الشغل حتى اللي عم نشتغله على حالنا ليكون أنه اوكي بيكون المردود منيح إذا منشتغل كمان على محيطنا ليكون المردود بعد أكبر وأكبر فأكيد في كتير إشيان نعملها بالبيت وبالأخص إذا ما طبقنا قصص الفنكشوي اللي حبينا نطبقها بسنة عشرين عشرين كرميل كل شي كان عم بيصير يعني الناس نعجأتها بطلنا حتى عم نعرف كيف نفكر بهيدي السنة قدمة لخبطت لنا الروتين طبعنا أو طريقة حياتنا يعني فحلو واحد يقول لا رح طبقها هايدي السنة لنشوف شي ديفرنت إذا بدنا نتيجة مختلفة عن سنت الماضي بدنا نعمل إشياء مختلفة بهذه السنة الجديدة إن شاء الله شو أهم الإشياء اللي لازم ينتبهولها أو إذا بدنا نحكي بالبيت مدخل البيت قصص فيهم يغيروها يغيروا أماكن الإشياء إشياء يتفيدوها بأول شهر من السنة بعدنا لتكون السنة عم بتكفي بطريقة هكي هلأ أكيد نحن بعد معنا وقت لأن هلأ بيقولوا بي علم الفينك شوي هلأ بالنسبة للعادات الشرقية السنة بتبلش بأول فبراير وهايدي هي سنة الثور year of the ox هايدي السنة معروف عنا رح تكون سنة القوة it is the year to get things done ننجوز إشياء عبلنا نعملها هايدي السنة هي حتى everything will fall into place يعني كل شي رح كيف يترجموها ميراي بس fall into place يعني كل إشي رح تكون عم بترجع على مكانها الطبيعي وإن شاء الله هيدا بيصير معنا كلنا سو هيدا سنة الثور سنة القوة سو أي شي خاصه بالشغل بدنا نقوي relationships سو حلو هاي دولة يعني هاي الطاقة كلها رح تكون كتير قوية هيدا السنة فحلو نركز نحن عليها especially for work a lot of people عم بيقولوا أنه تسكرت كتير محلاتهم أو أشغالهم بالنسبة لشو صار ب2020 وCOVID وهكي سو هيدا السنة هي أكتر سنة نجرب نشوف إذا رح نقدر نطلع من low levels اللي وصلتنا في لهيدا السنة إن شاء الله أنت عم تحكي كمان عن سنة الثور استنادا لعلم الأبراء أو علم الفلك الصيني يعني Chinese astrology which is associated يعني هي بتكون يعني بعلاقة مع الفنك شوي بالنسبة لها شح تكون الطاقة لهيدا السنة إنه عالي شو رح ترتكز بس هي كنا عم نقول شو ما نعمل لما دخل البيت سو قبل نحنا كنا إلينا صيح بحلقة قبل حكينا فيه عن فنك شوي سو ما داخل البيت نتركها مضيقة أوكي نتركها مضيقة نشيل المريات أنا قيلتها قبل إنه المريات رح تعكس الأنرجي الفيتي على البيت ما رح تخليها حتى تفوت على البيت وترتاح بالبيت سو نشيل المريا إذا عنا مريه نغطيها فيه ناس بتحبها تعمل السورفس الوجه المريه منحفوا ليبطل يعكس ليكون مثلا ديكوراتيف أكتر هادي طريقة كمان للحل لقصة المريه إذا كتير كبيرة مثلا نتأكد إنه مدخل البيت ما يكونوا مواجه إذا عنا باب تاني ما يكونوا مواجه لباب تاني دغري لازم يكون يعني يكونوا حد بعض مش مواجهين لبعض حتى إذا جايه هو على نفس الأكسس يجي ميل شوي أو نبطل نستعمله لهيدا الباب إذا كمان اضطرينا إنه ما فينا نغير محله هيدا لما تخلي البيت شو كمانا قلنا أي منطقة؟ في قصص معينة لازم يعملوها مثلا يغيروا أشياء بالبيت يتخلوا عن أشياء قديمة يجيبوا أشياء جديدة نباتات أحجار كريمة قصص معينة بطريقة ترتيب البيت لازم تنعمل أول بداية السنة إن كان عم بيحتفلوا فيها هلأ ولا بشهر فبراير يعني أول أشياء سنعمل لأن مدخل البيت نتأكد من كل تفاصيله كمانا الـ center طبع البيت center طبع البيت هو طاقة الأرض هيدا العنصر طبعه عنصر الأرض لازم قد ما فينا نتركه خفيف نجرب نعمل كل شيء ما إلو عايزة أو مكدس أنت كمانا حكي في حلقة قبل عن إذا بتجعب تسمعوها بس كرمالة تفوت بتفاصيل أكتر شو نعمل بالبيت بس لازم نخفف من هالعجقة هيدا العجقة بالبيت بتخلي الطاقة ما تتحرك بليونة بطريقة تقدر جبلنا المردود اللي نحنا بدنا إياه من هيدا صوب الركن طبع البيت الـ earth الأرضي اللي هو بنص البيت من نجرب نتركه كتير light خفيف أثاثات تقيلة من شيلة قد ما فينا decluttering نعمل بكل أنحاء البيت بس نرتكز إنه center طبع البيت يكون أخف تقل possible أوكي لهيدي السنة هي سنة الأوكس أكيد في نصحينا بـ directions نتفديها أوكي سو لهيدي السنة اللي أنا راح تكون عم بتعاكس directions تانيين سو نحنا خلينا نتفادى نواجه especially للناس اللي بدأت قعد بالبيت بالقوضة المعيشة نجرب القاعدة نعملها نتفادى نتجه صوب الشرق أوكي بس أقول نتجه يعني نحنا ما لازم نكون مواجهين لهيدي الـ directions أوكي سو نجرب حتى بالشغل وين المكتب اللي يكون المكتب طبعنا نغير اتجاهه وما يكون صوب الشرق أوكي نجرب to go to other directions نلاقي اتجاهات أخرى بس هو الـ direction لهيدي السنة هو الشرق يعني عم تحكي إذا حطين الكنابيات أو الفوتوهيات بطريقة معينة يعكسوا القاعدة بالقلب بالغرفة المعيشة أو بمكتبهم بالشغل لا يكونوا عم بيواجهوا يعني عم بيطلعوا صوب الـ East أو صوب الشرق لا يتفادوا مواجهات الـ East هيدا اللي بدي يعملوا أنه يتفادوا مواجهات الشرق الـ East ليش؟ لأن هيدا السنة هي this is the inauspicious direction of the year سو هو هيدا رح يكون هيدا رح يجيب بيقوله relationship problems it will bring a bit of mishaps يعني مثل عرقلات أوكي سو نجرب نحنا نتفادها هلأ في ناس كتير ما رح تقدر فرح نعطي هلأ حلول كلمة كلمة للسكتور بالضبط لي أبدا ما بيزبط ديكور بيته أو بطريقة البيت كيف معمر وكيف مهندس ما بيزبط أنه يبرموا القاعدة شو فيه هون بدنا نزيد خدار أوكي سو من نزيد خدار صوب هيدا الجهة أوكي إذا حصاين حالا نحنا مواجهين للإيست أوكي منحط موائبي لنا كتير greenery أوكي يعني لبات exactly سو الpart of this house بدو ينزيد كتير خدار هيدا بالنسبة لاتجاهنا بالنسبة لركن المنزل هلأ أي part من أي جزء من البيت بدنا نشوف شو ما نعمل أحسابه هيدا السنة هو كل شي related to the شرق الإيست اللي هو شمال شرقي وجنوب شرقي وشرق أوكي سو أكتر شي جنوب شرقي وشمال شرقي هيدولي نجرب to not disturb this area يعني ما نكون عم نخلق أصص مزعجة بهيد الأركان بقلب المنزل exact مزعجة قصدي ما نعمل حركة كتير فيها ما نخلي عملنا فيها ما نخلي قوضة الدرس تكون فيها عرفته يعني بس نتفديها مش إنه ما نفوت عليها للقوضة بس منتركها as much as possible يعني الهدوء فيها هلأ north east usually is known as a wood element أوكي خشب عنصره الخشب أوكي يعني هون ما ننزيد بس أقول خشب مش لازم ضغر to add wood أوكي بس فينا to add plants هيدا كمان بيعتبر عنصره الwood so خلينا نزيد كتير من هيدول القصص بهيدي الarea it means we are enhancing هيدا الأlement أوكي عم نعزز طائط الأرض بقلب البيت نعم وعادة بهيدي الarea of the house بهيدا الركن بالمنزل منستعمل حديد لنأول خشب لعنصر الخشب منستعول عنصر الحديد بس هيدا السنة قد ما فيها power أوكي بدنا نخفف من استعمال الحديد أوكي الحديد مثل شو مثلا بس لا يعرفوا الحديد مثلا شم عدنيات من حديد الكترونيات مرايا كل شي بتحسيه resemble ألوان السيلفر ألوان المتاليك ألوان الجولد الانحاس هيدولي كلها بيعتبر عنصره الحديد عادة هو الحديد بيقوي الخشب أوكي بس نحنا ما بدنا نقوي الخشب هيدا السنة بس نحنا ما بدنا نقوي الخشب هيدا السنة بس نحنا نخفف ما نتركها متوازنة أوكي هيدا كمان الفرق ما بدنا هيها كمانة تكون كتير خفيفة بدنا تركها متوازنة سو أحسن شي هيدا السنة نعملو مع هيدا العنصر هو نعمل قلتليك النباتات زيادة وأكيد عنصر الماء أوكي عنصر الماء is very good for wood it calms it down also عرفته تعمل توازن من هالعصر المتال بيقوي كتير بيخليه overpowering أوكي بس عنصر الماء والبلانتس هيدولي الحلين الاتنين اللي فينا نعملو نحنا بهيدا الركن سو بنصح الكل نزيد من النباتات ونزيد من مثلا أكواريوم نحط أكواريوم نحط أماش برادي مثلا باللون الأزرق لون الباستل بلو يعني هيدا الألوان اللي بيعتبر عنصر الماء نزيد لوحات بالألوان الزريق شو كم أنا بيختر عبرنا في النفايرات الأصغار اللي بيكونوا بينحطوا بقلب البيت بينزل منهم الماء كتير حلوين هيدولي حتى الصوت طبعا بتحسي مهدق للأعصاب سو هيدولي ينحطوا بهيدا الركن سو برجع بعيد الأركان هي جنوب شرق وشمال شرق والاتجاه اللي بدنا نتفادى نحن نكونوا مواجهينه هو شرق وأكيد عم نحكي عن نباتات طبيعية مش إصطناعية يس أكيد نباتات طبيعية بالأخص حكينا أنه النباتات الطبيعية بتخفف من الرادييشن بالأخص إذا عايشين بالمدينة يعني كل هيدا الأنرجي اللي عم تجينا من البنايات اللي حوالينا بتكون عم بتخفف منها so that's why معروف إن بيت بيعمل بلوك للطاقة السلبية بعيد حاجز كأنه بينه حاجز بس بنفس الوقت بياخدها لها الطاقة بيعيد من ترتيبة وبيرجع بيفوتها على بيتنا بطريقة very smooth يعني بطريقة كتير هادية لتفوت يعني the needs to settle بالبيت كرمال هيك بسألنا عن مدخل البيت إنه ما يكون باب المدخل مواجه لباب تاني لا لأنه إنت ما بدك ما بدنا تفوت هاي دي الطاقة وتهرب من البيت حتى المريج ليه ما بدنا نحطها على المدخل إلا ما بدنا تفوت هالطاقة وتهرب من البيت بدنا إياها تفوت ترتكس بالبيت تقدر هيك توصل لكل أنحاء المنزل هلأ البيوت اللي ما بيقدروا يحطوا نباتات يمكن بيزروف البلدهم أو طبيعة يمكن ما بيعيش الخضار جوه في شي تانا فيهم يعملوه هاي هي منصير منزيد من ألوان الخضار جوه تلبيت يعني حتى إذا ما فيهم يجيبوا الريل بلانس الإصطناعية بيضل يعطي الأفا ما رح يكون بأفاكت بأفاكت الطبيعي أكيد بس رح يضل عم بيعطي هيدا البالنس عرفت رح يقربك أكتر للتوازن من أنه يبعدك عن أنه ما تحطي شي بالمرة فيهم يستعملوا السولت لامب يعني اللمبات اللي بيكونوا معمولين من الملح الهيمالاين السولت لامب حلو ينحطوا بكذا مطرح بالبيت أنا قلتلك البيس الملح طبعه هو مطهر أوكي سو كتير حلو ينحط إذا بدنا ألترنتف شي غير السولت لامب لنحطهم في سلنايت هيدا نوع من المعدن من نوع من الأحجار الكريمة كمان اسمه سلنايت بيجي لونه على لون الأبيض هيدا كمان فيه بيس الملوحات وبيعمل هيدا تطهير بس بنفس الوقت لأنه جيمستون مش بس بس بيور سولت it has a vibration that is more powerful فبيقولوا هيدا high vibration stone يعني هيدا زبزبات عالية وهي الزبزبات العالية بتعطي مثل حماية واقية للمطرح اللي نحطه فهي كتير حلو تنحط ينصح فيها وين وجود الأطفال وين غرف العائلات وكتير حلو حتى هيدا الحجر ينحط بزوايا المنزل بطريقة مثل واقي عرفت كيف محيط أنه تحيطي بيتك فيه وهل لازم يكون بقى حجرام كبيرة أو حجرة صغيرة أو هنا بيجوا على شكل هاكي مثل طور أو يعني فيها بتفكر إذا حتىت حجرة هالقد صغيرة قد كمشية الإيد ولا لازم حط حجرة كبيرة لتعطي مفعول أكتر عجبني كتير هيدا السؤال يعني في كتير ناس بيخطر له وبتسأله بس هو أنا بس بديك توزعي حوال كل البات وبكل زاوية لكان كمشة إيد بتكفي إذا أنت راح تحطي بكل أجزاء المنزل لكن إذا أنت بكتحطي بس غرض واحد شغلي وحدة بيقودة وحدة لا منكبرة بس لا تعطي هيدا المفعول فيه أشياتين اللازم كمان يكونوا عم بيتفادوها يعني حكيتي عن الإصاص المكدس حكيتي عن الاتجاهات وبالنسبة للاتجاهات إذا بدون يعرفوها فيهم يكونوا عم بيستخدموا البوصل كلنا لازم ننزل بوصلة يعني إذا نحنا بدنا نطبق الفينك شوي ويشود قول يا يكون عنا بوصلة بالبيت أو في أبليكيشنز كتير سهلي كمان ننزلها على التليفون بتعطينا الديركشنز طبعا البيت سو منوقف ومنحط البوصلة ومنشوف هي لأي جهة عم بتعطينا قدامنا بيكون هيدا هي الجهة اللي نحنا مواجهين لإله فيه إشيات لازم نتخلى عنا ما نتركها يعني مثلا صحون مكسرة كبيت مكسرة من العام الماضي تركينهم لأنه مش حابين نتخلى عنهم هو اللي قدمهم كمان يعني كل شي رواسب العام الماضي نكون عم نتخلى عنا لأنه بدنا شي جديد أكتر يفوت على بيتنا وهلأ يعني كل شي يعني بس هتقوليلي فيه ناس كتير عندها emotional attachment مع الغراد البتجيبها يعني بطل تعلق عاطفي تعلق عاطفي مش لقيمة الغراد بس هو مثلا للذكرى اللي كانت فيه لكن بالنهاية هاي اشياء materialistic اشياء مادية عرفتين لازم نقول ليه ما عم بقدر اتخلى عنا هون السؤال أنا إذا ما عم بقدر أتخلى فيه شي من وراها هون مثل ما أنت أنا سمعت البودكاست طبعك أنه لازم نحكي بصراحة مع حالنا سو أنا ليه ما بدي اتخلى عنهم لهي دول القصص ارجع لذاتي لأعرف طب أنا إذا بدي شي جديد بدي أعمله مطرح إذا أنا بيتي بدي تفوت عليه طاقة جديدة اشياء مكسرة it is not good energy to be around the house عرفتين كيف هاي دول إذا نكسر يتمني حتنكسر عرفتين كيف منجيب غيرها بس لا اشياء مكسر لازم هيدا اشياء يعني بيذكرنا ب more of our failures than our successes أو بيذكرنا ب شو خسرنا أكتر من نجحاتنا و شو كسبنا و شو حققنا شو كسبنا أو بقوتنا عرفتين هيدا اشياء كمان بيضلي يذكرنا بأشياء نحنا بنا نتخلى عنا وما لازم نخدها معنا على السنة الجديدة سو بتمنى الكل يقدر يوصل لهي يعني هي صعبة صعبة بس هتجي تفكري فيها بينك و بين حيلك صعبة بس ان شاء الله كلنا بيكون عنا هيدا القوة لنتخلى عنهم هيدولة كنت عم بقرأ من يومين انه كمان بينصحوا انه بأول نهار من السنة ما يكون حدا عم بيكنس أو يعمل فاكيوم طي يكون الطاقة الجديدة اللي عم بتفوت ما يكون نحنا عم نرجع عن بعضة لبرة هلأ هيدا it's more superstition كيف بدي يقول superstition معتقدات معتقدات اه هي معتقدات اكتر احساب هيدا بس هي المعنى من وراها عن جد يعني خلنا نستقبل السنة الجديدة على fresh يعني كريمل هيك خلينا نطبق شوية think شوي خلينا نعمل decluttering خلينا نشوف الإضاءة طبع بيتنا كيف خلينا نشوف نحنا بس نمشي بالبيت شو حاسين بدنا شي جديد يمكن هيدا السنة بعد ما عرفنا مثلا اي مطارح نتفاديها بالبيت هلأ رح يكون محمسين اكتر نعيد من ديكور البيت نشوف وين بدي حط الداسك لان اغلب الناس عم تشتغل من البيوت مؤخرا اوكي سونا نعرف حالنا من وين ما نشتغل من البيت كتير مهم نبلشها on a clear path يعني اذا انا حطة بالي انو انا بدي بلش هيك يعني خلينا نزبط هيدا السنة نبلش بيتنا نضيف منو بحاجة للتكنيس الا اذا كان في حفلة كتير كبيرة هربتي هيدا عم نكنس حفلة الليلة الابلة مش السنة الجديدة اوكي شو بالنسبة للاحجار الكريمة شو القصص اللي بتنسح فيها هل في شي معين لل2021 مثلا لانو سنة الثور او بشكل عام شو القصص اللي فينا نكون عم نبدأ السنة فيها ان كان عم نلبسها او عم نحطها باركان معينة بالبيت او حتى بالشغل هلأ لسنة طورت قلتلك هي سنة القوة it's very powerful year اوكي وفيها كتير طاقة حديد it has a lot of matter element in it اذا بدنا حجر يرمز لهيدا الشي انا بخبرتي بنصح بحجر البيريت اوكي اللي هو البيريت معروف ب فولز جولد دهب المجانين هلأ هيدا الاسم بيجي مش كرمال اللي بيحملوا مجنون اكتشفوا هيدا الحجر فكروا اكتشفوا الدهب فجنوا فيه فكرمال هيك جنوا فيه انه ايه لقينا المناجم الدهب ولقينا مناجم الدهب اخر شي اكتشفوا انه هو تركيبة معادن مختلفة وفيها بيرسنتج ضئيل من الدهب فالارض اللي بتكون البيريت بتكون الدهب فهيدا هو حجر كتير قوي عبارة عن طاقة حديد metal element قوي كتير grounding كمان اذا نحنا بدنا نقوي من طاقة الجزر طبعنا we need to work on it it helps اذا بدنا stone to resemble اللي يرمز لها السنة بيريت واحد من هيدور الاحجار بس كنصيحة بالاحجار الكريمة نستعملها لها السنة كلنا بدنا نشتغل على الويل باور على الارادة كلنا يعني بدنا نحسن من حالنا بس بدنا نقوي من ارادتنا اذا منحب حجر كريم بيرمز لهيدا شي هو الاباتايت بيجي لونه صوب الأزرق النيلي ولون كتير حلو صراحة هو هيدا حجر بيشتغل على العين التالتة وبيشتغل على الحنجرة الحنجرة يعني كل شي خاصه بالتعبير وبانتوشن الهام الهام سو الهامنا قدي حدثنا قوي بالآخرين قدي حدثنا قوي بشو هيدا السنة جبلنا هيدا هو الحجر كتير حلو for willpower it's called appetite هو اللي من الأحسن نكون عم نرتديهم كنوع من الأكسسورات أو نكون عم نوزعهم بأرجاء المنزل أو إذا مثلا حدا بطبيعة شغله يعني عنده meetings كتير أو اجتماعات أو حدا بيحكي بشغله فمسلا يكون حطتهم قدامه على الطاولة أو حطتهم بجيبته أو لبسون هلأ أنا بفضل واحد هو يشوف شو بيناسبه أكتر شي وشو بيحب أكتر شي لأن بالنهاية أنت لما تكون عم بتقربي هيدا الأحجار على مكان محيطك وعلى مكان عملك بتكون عم بتقربي من طقطة وإذا قربتها بعد على الجسد أو نلبسها منكون عم نقربها بعد على الغاية اللي حطينا من وراها يعني بتذكرنا أكتر بشو ناويين نعمل من وراهم سو البايرايت كتير حلو للعمل هيدا حجر كتير حلو نحطه بالمكتب حلو ينحمل بس يوضعه بالمكتب هيك أول شي فيه جمال بس تطلعي فيه بتحسي بذس باور فيه أنت عرف تيلا الحجر أكيد فهيدا الحجر حلو ينحط بالمكتب وحلو كتير للشغل حتى ليجلب هيدا الطاقة الإبداع اللي احنا نقصنا الأبتايت قلتلك طاقة الإيرادة بنفس الوقت بيشتغل على الحنجرة في التعبير أو الإلقاء أو الحكة فهيدا حجر كتير حلو لكن كل الحجر بألوان الأزرق بتشتغل على التعبير وأنا لحظت هيدا السنة يا ميري عن جد أغلب الناس كان عندها أنت كم أنا خبريني بلوك بالأنرجي بطاقتنا طبع الستابلتي طبع السيكوريتي أغلب الناس هلأ مش عارفين حالنا شعور بالأمان يعني الشكرة الأولى اللي هي مسؤولة الأولى اللي هي مسؤولة عن الشعور بالأمان أو بالسبات بالسبات اي يعني كلنا ما حسين سابتين يعني 2020 ما كانت سابتة لكتير من الناس حسينا أنه أنا حسيت ناس كتير عم تجي أنه بدهم أحجار خصة بالجزر جراوندينج ستونز اللي يحسوا حالهم اللي يحسوا حالهم سابتين سكيور لنحس بهيدا الأمان وين نحنا بقراراتنا عرفته وكمان ببلوك بطاقة التعبير في كتير ما عم نعرف يعني بالأخص للناس اللي عم بتعاني من وضع اقتصادي معين أوكي عم نحس ما يعني ما حدا عم بيرد علينا لما نحكي أو ما عم فينا نحكي لأن ما بدنا نحط هم لعيلتنا شو عم بيصير معنا سو في عنا بلوك بهيدول الـ وان شاء الله مستمعيننا يعني إذا حدا حس إنه آه هيدا شي مظبوط كتير فينا نقوي هيدا الشي بأحجار باللون الأزرق ومسلا أبتايت واحدة منهم هي خاصة بالإرادة بس عنا السودالايت بيجي كمان باللون النيلي عنا اللابيس لازولي سوف في كتير أحجار زرق بيصير هن عهواهن شو بيحسوا جذبهم أكتر شي بيزبط بس للجزر في عنا البايرايت مثل ما قلنا هو متل ألمنت لهيد السنة في عنا البلاك تورمالين وحكيين عنه قبل هيدا ستون حلو كتير نحطه بالبيت أو نحمله بيشيل هيدا السلبية من الجسم بيحمينا من السلبية حوالينا صح فبالأخص إذا البسنا أو حطينا بمحيطنا رح يعطي هاي المفعول علينا أو على المنزل ايه سو هيدول يعني أنا كتير عم بشوف هيدا الشيء قدامي يعني أنه في عنا بلوك بهيدا الطاقات بالنسبة ل كمان بحل أساب أحكيت أنه كيف واحد ممكن يحضر للسنة الجديدة يعني resolutions أو قرارات الجديدة اللي بدو يكتبها أو بدو يعملها vision board في كتير ناس بتحب تحط مثلا على لتساي عندهم journal دفتر بيكتبوا عليه أو بيكتبوا الأمنيات تابعونهم يحطوا stones عليهم في قصص بتنصح فيها اللي تكون عم بتقوي سرعة تجلل الأشياء بحياتنا والأمنيات اللي طالبينها تتحقق أكيد فيه شغل بدون يعملوه على حالهم من جوه أكيد بس كمان فيه مش غلط الواحد تكون عم بتساعد من هالقصص الحلول اللي فيها طائط الأرض وطائط الطبيعة أكيد هلأ من أول إشية اللي أنا عم نشتغل على حالنا أهم ما ستون نحطه على vision board لهيدي السنة ولكل سنة ولكل شهر هو حجر حب الزيت it is the stone of self-care self-love حب الزيت العناية بالزيت اللي هو rose quartz اللي بيجي باللون الوردي الفاتح والما بيحب اللون الوردي الفاتح يروح لألوان الأخضر مثل العقيق الأخضر الأفنتورين هاي دي الأحجار كلها related لقدي نحنا عم نعطي حالنا انتباه قدي نحنا عم نعطي حالنا عاطفة وحتى إذا نحنا منعطي كتير عاطفة كيف نعمل توازن فيها هالشي لأن في كتير ناس مثلا أنا بعرف من ستة بتحب كتير زيادة عن اللزوم لدرجة بدأ تلبي الكل وتعطي للكل وما تعطي حالها يعني بتترك حالها لأخر شي لا ما لازم نترك حالنا لآخر شي حتى إذا عنا عيلتنا بس توقفي وقفي حد حالك رح فيك توقفي وقفي حد أغلى محبين لإلك يعني سو روز كوارتز أو الأفنتورين أهما stones for self-love كمان another stone كمان I suggest بدي قول عنا كرمان للvision board is روتيليتد كوارتز الكوارتز الروتيل فيه يجي بلاك روتيليتد بقلبه براك ترمالين أو فيه يجي جولدن روتيليتد بقلبه مثل منيرلز مدهبة سو هادي لما يجي لما يكون بلاك بيكون هادي stone of breaking old habits it's the stone of new beginnings اوكي سو إذا حدا حاسس بده توري انفورس بده يقوي من النواية من الانتنشن طبعه الحاططة إنه بده يكسر روتين أو بده يبلش شي جديد هالسنة هادي حاجة كتير حلو يحطو على الvision board وهو رائع بجماله كمان لما يشوفوه انا امشور رح يحبوه والgolden rotillated اللي فيه خطوط الدهبة هيدا اكتر شي بياخدو مثل اكتر صوب العمل لانه بيقولو بيجيب الحظوظ الجديدة new opportunities بالشغل وبيجيب luck so it's known as a very good fortune و luck stone يعني بيجلب الحظ بيجلب الخير بيجلب الوفرة اللي بد يكون عم بيحسن بحياته الاقتصادية أو المادية هيدا rotill quartz بيجيب هيدا النوعين سوهيدا كتير حلو للvision board ميري وفيهون يكونوا اذا عم بيكتبوهون على دفتر يكونوا بعد ما يكتبو يحطوا الاحجار على طول على الدفتر أو يعني تكون عينهم عم تقشع على طول للحجرة اللي يصير فيه هيدا التفاعل بالطاقة دايما وانا بقول من جمال الحجر هو رح يجيب لكم هيدا الطاقة الحلوية على طول اكيد نحن حكينا بحلقة سابعة دايما هم نحط حالنا أولوية ونحب حالنا ونهتم بحالنا قد ما نعطي للآخرين بس لازم نكون بالأول نحن حبين حالنا وعن نعطي حالنا نقدر يكون عنا طاقة نعطي للآخرين يعني هولا الأحجار الذكرتية ونزهر أو الأخضر هني كمان عم بأول هارت شكرة اللي هي مرتبطة بحب الذات والاهتمام بحالنا ونحط حالنا كأولوية فمسلا سيدات فيه يكونوا عم بيستعملون كانوا حتى حلق أو بندنت يعني يحطون برقبتون كيف ما كانت تنلبس بس هيدا الحجر حلو ينلبس من الجزء العلوي من الجسم ليكون أقرب لهيدا المنفذ الطاقة لهيدا الشكرة اللي هي هارت شكرة طاقة القلب سو ينلبس بالطاقة بالعلوي بس الأحجار طبعا الجزر مثل بلاك ترمالين بايرايت شو كمين عنا جاسبر رد جاسبر بلودستون حجر الدم سو هيدا كله أحجار خاصة بالجزر تنلبس من الجزء العلوي من الجسم بس لتكون عم تقرب شي للأنرجي فيلد جزء الصفلي الصفلي نعم كيف كيف ممكن يلبسوا يعني إسوارة بتنلبس خلخيل بالإجر في ناس بتحب تربط شي مثلا حول الخسر بس أنا بفضل إسوارة بالإيد هيك حتى بيضل العين عم تلقي نظرة على الحجرة لتظل تذكرك لأنه عقلت لك it's affirmation بتقوي من النية اللي أنت حطيتها بيلبسك لإله والرجال فيون يلبسوها يعني هلأ الرجال اللي عم بيسمعون وبيفكروا ع طول الأحجار الكريمة هي بس للسيدات بس أنت أكيد بيشغلك يعني أكيد بتشتغلي قصص خاصة للرجال يعني فيه يكون عم بيحطوها كأسوارة بتطلع كتير حلوة أكيد أو لون البلاك تورمالين أو القصص التانية يعني حلو منه مزعيش وفي قصص تانية فيه يكون عم بيحطوها بيجايب تون أو فيه كتير شباب أو رجال بيحبوا يحطوا شي برقبة تون يعني ما يحسوا أنه غلط أنه عم نلبس شي خصوا بس بالسيدات هلأ مش غلط أبدا كرمال للرجال بس هي قبل دايما الزكور بيحبوا يلبسوا مسابح مثلا للتسبيح هايدي حلوة نلبس ومثل المصبحة السوارة فيه ناس بيحبوا إذا ما بيحبوا يلبسوا الرجال بيلبسوا بورتوكلي مفتاح تعليقة مفتاح سو هيكي بتضل معهم لأن دايما معهم مفتاح السيارة دايما معهم مفتاح البيت سو بنفس الوقت عم نحط هيدا الشي وناخدوا معنه بس حتى إذا لبسوا سنسالين هلأ حتى الفاشن عم بيروح لاتجاهات صار بطل فيه فيه ناس بتحب لأن بتحب الأحجار الكريمة بتحس إنه شو في يقدم كمان لأولادة يكونوا كمان عم بيستخدمون هلأ في كتير أغلب الأطفال عم بيشتغلوا كلهم من البيت هلأ so it's all from home so أنا اللي بدي يقوله النصيحة للأم أول شي يعطيك ألف عيفة لكل أم عم بتلحق ورا أولادة وعم بتجرب إذا من شغل لست بيت يعطيها ألف عيفة الستون بنرجع نعيد لإلك is the stone of self-love and self-care بس شو منزيد نحنا كمان وحلو تحطيه حول البيت هو الأماتيست الجمشيت very good stone anti-stress كتير حلو ليشيل هيدا السترس كتير حلو ليشيل القلق إلك ولا الأطفال إلك ولا طفلك so هيدا حجر للأم والأهل والأولاد بس كمان أبدا أعطي نصيحة للولاد كرمال الـ online studying الفلوريت هيدا حجر كتير حلو بيشتغل على كل طاقة الجسم العلوي كله وهيدا الحجر معروف حجر التركيز حجر الزاكرة وكمانا بيشتغل على emotions of self-love so this is a very good stone كتير حجر منيح للولاد الصغار نحطه وين هني بيدرسوا أكتر شي حلو نجيب لهم إياها ليلبسوها سوارة أو يلبسوها سنسال أو بس وضعها كديكور بمحل الدرس وخاصة اللي عم بيقضوا ساعات على قدام الشاشة هلأ صاروا بسبب الدراسة عن بعض أو أونلاين so الأماتيست هو كافي ولا فيون كمان يكونوا عم بيحطوا black tourmaline أو قوية على ولاد black tourmaline هلأ أكيد إذا فيه electro appliances أدوات كهربائية من laptops ipads هيك لا بده يكون فيه يعني أنا قلتلك فيه حلين لنخفف الradiation يا منحط black tourmaline يا منحط خضار إذا ما فينا نحط خضار بداخل القوض لأ منجيب black tourmaline لكن مش بأحجام كبيرة بقوض الأطفال بتكون بأحجام صغيرة أو بتكون مثل عبارة عن أحجار صغيرة بتنحط حد الإلكترونيات ضغرة أنه بتنحط حدها ضغرة أو منزغر الأحجام اللي بتكون بقوضة الأطفال بس هي حلو ينحط black tourmaline على مدخل البيت ينحط وين بيفوتوا ديوف أكتر شي وين حد هيدول الإلكترون اللي شوية عندهم anxiety أو اللي قطعوا بكتير ظروف بال2020 يمكن خضطهم يمكن خوافتهم يمكن ما حسوا بالأمان لأنه كانوا حطين plans معينين أو خطط معينة صار في خربطة أو يمكن مش خربطة لاتخذون على محل أحلى بحياتهم بس مشكلة العالم يمكن وعيت لهالموضوع بلاحظتها خايفيت وبعدها خايفة لا يأمنوا وقف شغلة أو تفللت من شغلة أو تتم الاستغناء عنها يعني مع كل شي صار بالدني كلها شو الأحجار اللي ممكن تنسحيون فيها اللي يكونوا عم بيخففوا من هيدا الشعور بالانكزايتي أو بالقلق وكمان يكون عندهم صبر أكتر هلأ كلنا هيدا السنة يعني بدي أقول هيدا لا تكره شيء لعله خير وإن شاء الله كله لخيرنا والخير لقدام يعني عطول هيدا الخوف معناته شي جديد ما لازم نفكر نحنا الخوف شي سيء ما we did not experience ما اختبرناه بعد so maybe fear هو شي منيح هلأ so معلاء إذا خفنا شوي to embrace this to embrace إذا بدك شي مختلف بدك تحسي شي مختلف وكلنا لما نحس شي أحيانا بدنا نرجع ل what is comfortable لما نرجع لشو شو المليح لألنا شو المعوّدين علي شو المعوّدين علي فلأ break old habits فوتوا بأشي جديد حتى لو خايفانين push forward يعني تفشوا لقدام الخير لقدام عن جد سو إذا بدنا to reinforce that نقوي من هيدا النية في كتير stones related يعني إلا علاقة بهيدا الشي مثل كاكوكشونايت هيدا معروفة super seven stone اسمها هي عبارة عن سبع أحجار مكونة بحجر واحد وأغلبهم من عيلة الكوارتز بتجي أحيانا من ألوان الدكني لألوان الموف يعني أمتيست هو ضمن هاي الأحجار اللي بتتكون فيها روز كوارتز ضمن هالأحجار اللي بتتكون فيها سموكي كوارتز ضمن هالأحجار اللي بتتكون فيها فأغلب الأحجار بهيدا الحجر اللي مكوني بحجر واحد هي كل المعاني اللي نحنا بدنا إياها سو هيدا معروفة it breaks old habits it breaks addictions addictions ما قصدي مثل إدمان على مادة إدمان على عادات عنا إياها إدمان على أفكار عنا إياها لأن بالنهاية أصعب حاكم هو نفسك أصعب حاكم هو نفسك يعني أنا بس اجي حط واجه نفسي هون بدأ تكون أصعب شي وأكيد نصيحتك نكون صريحين مع حالنا هيدا من أهم النصايح لهيدا السنة صراحة سوريا في كتير أشخاص بس سمعوا الحلقة السابقة اللي حكيناها اللي سجلناها أو بس يسألوني أوقات عن الأحجار الكريمة أنه كتير حبوا أو كتير صاروا عبرهم يتفرجوا عليهم أكتر أو يقروا عنهم أكتر أو روحوا يشترون في كتير ناس بتسأل ليش هالأد غالي أو سمن غالي الأحجار الكريمة وبيحسوا أنه يمكن هلأ منها أولوية لأنه فيه يمكن كتير ناس عندها ضائقة اقتصادية أو عم تقطع بظروف مادية معينة هون شو بتنصحيهم فيهم يكونوا مش ضروري يجيبوا كل شي فرد مرة فيهم يكونوا عم يجيبوا شغلة صغيرة تكون بداية كأكسسوار بعدنا شي للبيت وقدامهم أنه يمكن عوقات يستسمروا فيها لهيدا الشغلة لأنه هتكون عم ترجع لهم بأشياء مفيدة بحياتهم هلأ كتير فيه ناس بتفكر دغري بس تقولي أحجار كريمة أنه غالي أنا ما رح أقدر إقني هيك شي بس لأ بسة when it comes للهيلينج لقصص الهيلينج باورز بروبرتيز طبعا الستونز الهيلينج بروبرتيز بيختلف البوجت طبعا الأحجار وأنا بالنسبة لقلي لقيتوا حجر غالي حبيتوا الطاقة طبعه دايما في حجر مثله بيجي ببوجت أقل دايما في بس أنتو لازم تلاقوا حدا يقدر ينصحكم أحسن نصيحة وتعرفوا عن جد من وين عم بيجيب لتقدر يتلاقي alternative نلاقي بدل عن الشي الغالي لكن لا الأحجار بتتراوح سعره من أكيد مش رخيص لأنه رخيصة بس من قليل لغالي بس حسب الشغل اللي عليها إذا هيدا حجر متوفر جدا في السوق لكن أسعاره ما رح تكون غالي وإذا هيدا حجر مسؤول لكن في عليه شغل إذا هيدا الحجر خام بيكون سعره أرخص من الحجر المنحوط أو المسؤول أو المقصوص إلى مجوهرات أو أخرى حتى الأحجار اللي بتنعمل أساور سو هيدا الأحجار بتنعمل أساور هيدا عليها شغل وحسب أنواعها بيصير سعره يعني فيه أشياء فيها متوفرة جدا أسعارها ما بتطلع كتير وفيه أشياء it's so rare بيصير لأ غالية شوي بس مثل ما أنت قلت فيه أحجار مثلا أنا بالنسبة قللي black tourmaline هيدا investment يعني ما رح يجي نهار تقولي أنا مش عايزته لأن رح يضل إله عايزته لأنه علميا عم بيخفف من هاي radiation وهو anti-pollutant يعني أنت لما تكون يعني كأنك عم بتجيبه جهاز ليخفف pollution عندك بس هيدا بالنهاية من الطبيعة عم بتجيبها لتخفف هيدا pollution so أكيد فيه أحجار investment وفيه ناس بتصير هواية عندها يعني وفيه أحجار لكل فترة من حياتك يعني أنا هلأ مجزوبة كتير للأحجار للألوان النارية لأن هلأ أيام الشتاء أنا بحب الصيف أكتر فكل الأحجار بألوان النارية بضلق البسالة لذكر حالي بالصيفية لذكر حالي بهيد الطاقة الحركة بس يمكن وصل لمطرح مثلا بأول الربيع ما بتعرفي يمكن أول الربيع حس حالي هالألوان ما عم تجذبني so كل حجر ما نستعجل ونجيب كل الأحجار فرد مرة ناخد وقتنا فيها نجرب كل حجر نشوف إذا عن جد عم بيردلنا هاي الانتنشن نحن عم نحطها فيه أو لا في سؤال خطر على بالي بنعرف الانفجار اللي صار ببيروت في كتير ناس تدمرت منازلة ورجالت عم بتعمر بيت لا ترجع تكون عم بتبلش ترجع تسكن بهيدا المكان الدين مهم إنه نكون كمان عم ننظف يعني استنادا للفرنج شوي واستنادا للأحجار الكريمة لأنه صار فيه طاقة كتير نيجاتف بفعل الانفجار وشو فات على كل هيدا البيوت فيهم يكونوا هول القصص عم بيساعدوا للناس أول شي يروقوا لأن أكيد البيت صار فيه تراوما يعطي أكتر هيك سلام وهدوء يقدروا يرجع يكونوا عم بيكفوا حياتهم بهدوء أول شي يعني الله يصبر كل التأذوا من الانفجار الله يصبرهم وصبر عيالهم أكيد وقالله يقويهم ليبلشوا من جديد لأن هيدا هي الإيمان يعني عن جد إنه نبلش من جديد ونكمل لقدام يعني لأن life moves on وقالله يعود للجميع بس طاقة المكان تقيل كتير عليهم كتير تقيل عليهم وبدأ وقت كتير لا يزبطوها بس أكيد بتبلش خطوة خطوة يعني أول شي خطوة نحنا نقول بدنا نتحرك لقدام عرفتي كيف وبعدين طاقة المكان أكيد بدنا نزيد من كتير إشياء من الخضار من كل يعني ما ننشيل كل شي بيذكرنا بالانفجار بدنا عن جد يعني حتى إذا يعني أنا كتير مأثرة بهذا الموضوع يعني عن جد بخسر الكلمات وقتها بدي أجي أحكي عنه بس كتير صعبة هيدا شي كتير صعب بس لازم ننظف المكان نزيد كتير من الخضار كل الأحجار ذات ترينفورس استابلتي ان سيكوريتي اللي بتقوي من قد نحنا منعيش بالأمان قد نحنا مرتاحين وين نحنا هاي كلها لازم نزيد منها نجرب نخلي دايما عيلي حوالينا والأجواء الحلوة وإن شاء الله هلأ مع حلول الأعياد كلها يقدر يساعدهم هيدا هيدا الطاقة لا يحسنوا من وضعهم بس حتى البيوت المواجهة للبور مثلا لكل وقت بدي يقشعهم الأزازي أفضل يكونوا عم بيحطوا برادة أو خضار لما يخلوا كل الوقت لبينما يتترمم المدينة صح يعني نحتطول شوي بس نزيد كتير من الخضار إذا عنا أي مرايا بالبيت عم بتعكس هيدا الشي لجوة نسكرها إذا عنا شبابيك مواجهة لإلها إذا فينا نتخلى عن الإضاءة طبع هيدا نسكرها بالبلاك أوت نحط إضاءة نحن ندافق جوة لتعود إضاءة هيدا الشبابيك بس لنخفف من هاي الأنرجي اللي بعد عم بتطلع عن بره هي أكيد طاقة البيت جوة مجرد ما نحن عم نشتغل ونجدد رح تكون عم تتغير مجرد هاي الحركة عم تتغير لكن شو عم بيجي من بره ما هيدا الشي يعني الانفيرومنت طبعنا بده وقت لتخف هاي الطاقة طبعها هاي اللي بدي أنصح فيه إنه نطول بالنا نصبر شوي بس ناخد هاي دي الستابس إنه نحمي حالنا من هيدا الفيو نحمي حالنا من إنه مع عبقول ننسى مع عبقول ننسى أكيد أعرفتي أكيد مش ننسى بس بس نخفف شوي من إنه بس تقعد ببيتك بلجوئك قعد بمطرح بريحك ما تكوني دغري عم بتشوفي التراما تذكرك فيها يعني هلأ في ناس دغري صوت صوت أشكمة سيارة إذا فقع بيذكرون بشي ريليتد سو الله يصبرون وهي بس step by step خطوة خطوة لنساعد بهالشي أكيد أكيد إذا بدأ نختم حلقتنا نصيحتيك لهيك يعني عطيت كتير إشي حلوة نصايح عملية لكل شي ممكن نصيحتي ونصيحتك عم بيكملوا بعضهم شكرا إذا عبالهم يكونوا عم بيبدو سنة وهيكي يكونوا عم بيكملوا الإشي مع بعض بس قدامهم كل السنة مش بس نتحمس أول جمعة أو الأسبوع أو أول شهر وبعدين ننسى يعني نحافظ على كل شي خاصه بالفونج شوي نحافظ على طاقة ماشي بقلب البيت مش إنه عملنا هلأ ديكلاتور بعدين نرجع ننسى نتركون يعني كل فصل كل موسم ننتبه لهول التفاصيل لأنه بالنهاية قاعدين نحن بهيدا البيت وخاصة بهيدا الفترة اللي إنه كمانا شغلنا بقلب البيت ننتبه لهيدا طاقة مش نقول إنه يلا خلاص والمدرسة بقلب البيت كل شي كله بقلب البيت بس لأ النصيحة اللي بدي أعطيها أنا إنه ما نستسلم يعني حتى إذا بلشنا كل هيدول الخطوات وبلشنا نقيدهم حتى أول ما يصير في أي عرقلة أو أي مشكلة أو أي مشكل صار مع حدا مش نفكر إنه لأ معا بينفعوا بدي وقفهم كل شي بيتطبق بالفنك شوي بده فترة زمنية معينة لا يبلش يعني أنا بقول كل النصيح اللي بدنا نبلشها بأول السنة ما رح نتوقع عن حسبة ما ردودة قبل خمس ستة شهر ما بتصير يعني بدك وقت للمحيط طبعي كي يتأقلم مع التغيرات اللي عملتي لإياها فأنا بس نصيحتي ما نستسلم نحب حالنا أكتر وعن جد نكون صريحين مع حالنا هيدا أهم أدفايز أنا حبيتها هالسنة لأن بـ 2020 في كتير ناس أخدت هيدا الفرصة بـ السنة الماضية أنه تشتغل على حالة وفي كتير ناس خططت تشتغل لحالة بس ما قدرت تعمل شي فهيدا السنة عن جد لنشوف شي مختلف بدنا نعمل شي مختلف حطوا هالورقة وقلم حطوا بورد ضلعوا في كل يوم سجلوا فويس اسمعوا قبل ما تناموا في the top 10 things بتكون تذكروا حالكم فيها كل يوم تذكروهم هيدول الصبح أذكروا حالكم فيهم إذا ما تبلشوا لنهار وإن شاء الله بيكون المردود منيح للجميع إن شاء الله إن شاء الله ثرية شكرا كتير على هالحلقة الحلوة شكرا لإليك دايما لعستي ضافتك شكرا بداية العام بتكون كلها خير وحب لإليك وكل القصص اللي عبالك تتمنيه أو اللي كتبتها أو بعد ما كتبتها كلها بتتحقق ولكل المستمعين ولي بده ياخد نصيحة أكتر منيك أو بده يحكيك كيف يكون عم بيتيبك على إنستغرام بس تذكر أنت الصفحات أحما أنا غربت بشي Thank you so much ميري أول شي Thank you على صدفتك عطول وإذا أي حدا بده نصيحة تفينك شوي أو بده يحكي معي أكتر أحسب details أكتر أكيد يلحقني على Instagram at my gemstone diary ومنكتبها كمان تحت البودكاست بل كي بالcomments عشان الناس تعرف وين وأكيد أنا أكيد بس يفوتوا على الصفحة ويشوفوا أصلا صور الأحجار اللي بتحطيها وال stories اللي بتحطيها حيصير أكتر عندهم تشوق يعرفوا عن هالأحجار وبلشوا يشوفوا شو اللي بينسبهم أكتر بحياتهم أنت مزو أميري وبتحبي كل شي natural you love يعني كل شي طبيعي بتحبي Thank you شكرا كتير سورية أهلا وسهلا Thank you إن شاء الله عام جديد مليان بالإشرة الحلوة بالوفرة مثل ما ذكرنا وبالسلام الداخلي وبالحب وبالمحبة تبدو جميعا بهذه السنة الجديدة وليقونا بالأسبوع الجاي